اهلا بكم طلاب برايماري سري وصلنا مع بعض اليونت سري لسون سيكس ودرسنا النهاردة هنتكلم فيه عن شوية ايه يعني احتياجات هنتعرف عليه اكتر وهنعرف يعني لما حد يطلب حاجة او حد بيحتاج حاجة بنقولها ازاي يلا بينا نشوف اول حاجة special help means more help يعني ايه special help يا ولاد يعني مساعدة من نوع خاص special ده يعني حاجة خاصة حاجة مميزة شوية means بتاعني المقصود بيها more help مساعدة اكتر يعني لو احنا تكلمنا النهاردة على الناس اللي هم مش يعني مش بيقدروا يعملوا الحاجة يعني ربنا انعم علينا بنعم كتير بنعمة المشي بنعمة الرؤية بنعمة السمع كل دي نعم ربنا انعم بيها علينا لكن في فينا كتير في ناس كتير محرومة من النعم دي كلها فعلشان كده وجبنا احنا احنا نشكر الاول ربنا على نعم وعلينا دي ان احنا خلانا بنعرف نشوف وخلانا بنقدر نمشي وخلانا بنعرف نسمع كل دي نعم ربنا ادهلنا لازم كل يوم نشكر ربنا عليها ولازم كمان ان احنا نساعد الناس اللي هي اتحرمت من النعم ديات اللي احنا بنتمتع بيها اول حاجة لما هنا في اول صورة بصوا معايا كده اول صورة دي صورة ولد بصوا قاعد على كرسي متحرك يعني هو مش بيقدر يمشي هو اتكلم عنه الهي هي هو فكرين كان وكانت اللي احنا كنا بنقولها طيب فهنا هنكتب اي بقى هو لا يستطيع فكرين كانت لا يستطيع اي بقى ووك يمشي وو حرف الدبليو وبعدها الاي والل سايلانت مش بننطقها اخدوا بالكو وبعدها الكي فلما اقول هو لا يستطيع يمشي فالولد هنا علشان كده والولد عايز يقرأ فالولد التاني ده حاب يساعده وقال له انا اقدر يمكنني انا استطيع اجيب لك الكتاب احضر الكتاب لك فده نوع من المساعدة فالولد ده تصرفه كويس فهو بيقول له اي كان جيت ذا ذيس بوك اقدر ان انا ايه اريحك يعني وانا احضر هذا الكتاب تمام طيب هنا البنت دي طبعا محرومة من نعمة الرؤية مش بتشوف وكفيفة فهي بتقول ايه هم جايبين كتاب وهي بتقول انا مش عارفة اقرأ انا لا استطيع ان ارى اي كانت لا استطيع وقرأ فاكرينها سي اي كانت سي اي كانت سي انا لا استطيع ارى فهم قالوا لها احنا يعني البنت قالت لها انا هقدر اقرأ معاك اي كان ريد وز يو اقدر اقرأ معاك هنا في الصورة التالتة البنت هنا دي قالت انا مش قادرة اسمع انا ما بقدرش اسمع قالت لها اي كانت هير لا استطيع اسمع فالبنت قالت لها اي كان ساي ات اجين اقدر هقولك الحاجة مرة تانية بصوت اعلى يعني هي سمعها ضعيف فالبنت قالت لها مش مشكلة انا هقدر اقولك الحاجة وعدها لك مرة تانية طيب تامين بصوا يا ولاد عايز افكركم بحاجة كنتو اخدتوها في براي ماري تو فعل كان فعل كان يا ولاد ده فعل مساعد فعل مساعد وفعل هو بيساعدني في تكوين الجملة بس لازم بيجي بعده فعل تاني بيكملي معنى الجملة تمام طيب فعل كان ده معناه يستطيع يقدر يعني بيعبر لي عن المقدرة على فعل شيء فعل كان يعبر عن المقدرة على فعل شيء يقدر يستطيع تمام لما اقول I can see معناها انا اقدر اشوف اما اقول I can hear انا اقدر اسمع لكن كانت معناها لا يستطيع لا يقدر يعني بيعبر عن عدم المقدرة على فعل شيء لما اقول I can't see معناها انا لا استطيع ارى وما اقول I can't hear معناها لا استطيع اسمع تمام يبقى ده الفرق بين كانت لا يستطيع وبين كان يستطيع طيب تعالوا بقى هنا نشوف بصوا هنقرأ الدرس بتاعنا يلا مع بعض هاي my name is Malak اسمي Malak and I وانا go to school in Cairo بنذهب للمدرسة في القاهرة I like my teacher انا بحب مدرسيني وكمان and my class والفصل بتاعي very much كتير جدا in my class في فصلي we have friendis عندي عندنا اصدقاء وهو need special help يعني في فصلنا عندنا اصدقاء بيحتاجوا مساعدة خاصة اللي هما بيبقوا زوي الاحتياجات الخاصة المكفوفين اللي هما مش بيسمعوا اللي مش بيقدروا يمشوا فهي بتقول الامير can't walk تاليا can't hear تاليا مش بتقدر تسمع well بتسمعش كويس يعني بتحتاجين الحاجة تتقالها كزا مرة and wail can't see ووائل مش بيشوف we help our friends احنا بنساعد اصدقاء يلا تعالوا نشوف اول حاجة I can't hear انا لا استطيع اسمع تمام هنا بيسلموا على بعض وبيقولوا hello اهلا لما بطلب من حد حاجة بقولوا please من فضلك كمان لما بس بشوف حد لازم احيي واقولوا اعمل ايه حالك ايه how are you how are you بصوا كده تاليا بتتكلم عن نفسها تاليا خلي بالنا هي مش بتسمع كويس فهي بتقول hello I'm تاليا انا تاليا I use sign language انا استخدم use استخدم sign language لغة الاشارة to understand my friends عشان افهم اصدقائي this is how I say hello يعني الطريقة دي الطريقة دي بصوا كده الطريقة دي بهي معناها hello خلاص تاليا هنا بتتكلم بتقول انا مش بقدر اسمع كويس لما باجي اشاور لحد من صحابي ان انا اقول له اهلا يعني فانا بستخدم sign language لغة الاشارة وبشاور بايدي كده يبقى كده معناها hello وكمان لما يجي اقول لهم please من فضلك باعمل لهم كده الاشارة دي معناها من فضلك فهم بيفهموا ان هي كلمة please والاشارة دي معناها how are you يعني كيف حيلك تمام طيب now you try to do the signs بيقول لك دلوقتي يجرب تعمل الاشارات دي turn the page كمان هنا هنشوف ادم بيقول hi i am adam انا ادم and this is faris وده faris faris can't hear مش بيقدر يسمع كويس but i can help him لكن انا اقدر بساعده i use sign language انا بستخدم لغة الاشارة to talk to him يعني انا تعلمت لغة الاشارة مخصوصة علشانه علشان اتكلم معاه بيها on saturdays في ايام السبت we play football بنلعب كورة مع بعض كرة قدم today we are playing football in the park النهاردة احنا بنلعب كرة قدم في الحديقة فارس can stop the ball from the other team فارس بيقدر يوقف الكرة وبياخدها من الفريق التاني تمام يلا بينا نشوف الاكسرسايزز بتاعتنا الاكتيفتيز على لسون 6 number one read and take true or false يعني اقرأ وضع علامة الصح والخطأ يلا نشوف اول حاجة كتب لي ايه special help means more help يعني المساعدة الخاصة بتعني مساعدة اكتر طبعا الصورة ايوة بتعبر عن كده فهكتب علامة true رقم 2 talia can't see لا هي ايه هنا صورة البنت دي قادة على كرسي متحرك يبقى هي can't walk مش see يبقى الصورة ما بتعبرش عن الجملة فهعمل علامة false الخطأ امير can't walk امير لا يستطيع يمشي بس انا شايفة هنا ان امير مش قادر يشوف فدي الصورة دي مش بتعبر عن الجملة فهتبقى خطأ بعد كده i can get that book for you يعني معناها انا استطيع احضر الكتاب لك فايوة انا شايفة ان الصورة دي بتعبر عن الجملة هو فعلا جايب الكتاب له وبيعبر عنه فهتبقى فعلا صح وهعمل علامة الصح عليها كمان عندي look read and complete يعني انظر واقرأ وكمل لو انا شفت هنا عندي في exercise number 2 بيقول لي ايه بقى بيقول لي look read and complete يعني هنا بيقول مديني اربع كلمات ومديني four sentences وفور وفور اول حاجة بقى بيقول لي he can't هو لا يستطيع وانا شايفة صورة الولد ده بيقعد على كرسي متحرك يبقى هو لا يستطيع ايه المشي يبقى اختار كلمة sign اهل وحط عليها circle واكتبها sign sorry اسفى يا ولاد معلش اه يمشي walk walk هختار كلمة walk وهكتب عليها اهو ده exercise number 2 هختار الwalk وهكتب هنا walk هو لا يستطيع يمشي طيب ورقم 2 i can aim with you انا اقدر اعمل ايه معاك احنا شايفين ان هي مش مش شايفة فعايزين نساعدها فهيقولولها احنا هنقدر نقرأ معاك والبرنوطة هتقول لها انا اقدر اقرأ معاك فاقرأ يعني read read ايه طويلة ايه وبعدها ايه ودق read كمان i go to ايه i go to ها دي مدرسة فهتبقى school اكتب school اهي انا اذهب الى المدرسة s k c وال h هنا ادوني sound k school o double o school طيب number 4 عندي البنت هنا هي مش بتسمع كويس فساحبتها بتتكلم معاها بلغة الاشارة وبتقول لها i use a sign language sign تمام كده خلصنا درسنا النهاردة اه اتمنى انتو تكونوا استفقتوا بدرسنا النهاردة ترجمة نانسي قنقر اصدام